خليني أسأل حضرتك فكرة إدارة الأزمة يعني يمكن مسألة احتجاز الصيادين أو أنه في بعض الأحيان الصيادين المصريين بيخرقوا المياه الإقلومية دي وقع تكرارت بس كابت أخد شهور ويمكن ما حدش يسمعانها حاجة بس فكرة هنا إدارة الأزمة أنا أحب حضرتك يا أستاذة فريدة تبسطيها لنا أكتر يعني إيه؟ إيه التحركات اللي حصل ما هي التحركات اللي حصلت زي ما بقولك الوقت الدولة كل مسؤول في الدولة عارف الوقت أن الرئيس الدولة الموجود دلوقتي جايبوا عشان يخدم المصريين ومصر مش جايبوا عشان يقعد على كرسي ويبقى بيتمتع بما يعني تتيحوا المناصب الكبرى يعني لأ أنت في منصب كبير كل ما كبر منصبك يبقى أنت أكتر في خدمة المصريين تشوف أنت النهاردة اتدخلت وزيرة الهجرة وطبعا رئيس الجمهورية في الأساس في الأساس اللي قدت تعليمات يعني وزارة الخارجية وزارة الهجرة ومحافظة دميات يعني كل واحد في موقعه كان حاسس بأنه عليه جزء من المسئولية في الإفراج وتحرير هؤلاء المصريين يعني معلش بس أنا يعني مع الإخوة اليمنين أنت عارفة أنا عربية قوي يعني وما عنديش فرق بين أي دولة عربية وأخرى بس هي الفكرة أنه مستحيل دول صيادين وإنتوا شفتوا أنهم صيادين يعني ما كانش عندهم يعني الفزع اللي حسوا بيه أنا بحسوا والطمأنينة اللي جات لهم بعد كده والإحساس بالفخر بأن وراهم دولة والدولة دي مش أي حاجة دي مصر دي كمان بتحسسني بنفس الفخر وزيادة كمان خليني أسأل حضرتك عن مشاهد بقى المصريين يعني ده كان جانب الدولة جانب بقى المصريين تحديدا في الملف أو في الأزمة اليمنية غير الصينية حركت فرقتي على التقارير اللي تعملت من بيوت الأهالي من الطيارة شفتها زي فرق شفتها رائعة شفت ما أنا بقولك دي الصورة بقى مش أنت في عهد جديد حصل وعملنا صورة يونيو العظيمة اللي أنا رأيي أنه لسه هيكتب فيها ألاف الكتب يعني وإحنا عايزين نشوف ده بقى في سلوك على الأرض ده على الأرض بمعنى مش الأرض بس ممكن في الطيارة كمان السلوك بس فيه إحساس دلوقتي بندي دولتنا دي مش تابع لحد لا عايزة زي اللي كانوا عايزين خليفة على الأستاذ اللي مش سايب فرصة يأزين فيها إلا ما بيعملها ولا تبين لدولة معينة إحنا حتى لما تكسر القيد بتاعنا إحنا النهاردة بنعمل يعني علاقات بكل حد عايز يعمل معنا علاقات ندية ما فيش حد يعني يعني حي زي ما تقولي هيقيدنا ويخلينا نتبعه هو يعني طبعا إحنا محاطين بأعداء كتير ومحاطين كمان بمخططات رهيبة بس بنتلع منها وحنطلع أكتر كمان للي شفناه زي عشان اللي شفناه زي اللي في الطيارة ده هو ده اللي بيوريكي أن أي حد في مصر شف أنت كل حاجة كل حاجة أنت عندك النهاردة الرعاية الطبية التأمين الصحي الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة يعني في كل حتة الست المرأة المصرية اللي عندها سرطان مثلا سادي أو غيره يعني عايز أقول أن الإنسان المصري النهاردة عنده قيادة بتشعره بإنسانيته فده مهم جدا وكل التنسيق بتاع كل الإدارات وكل الواجهات اللي عندنا وكل المناصب الكبيرة اللي هي زي ما قلنا يعني اللي هي تستطيع أنها تخطب دولة على مستوى وزير خارجية بيخطب وزير خارجية مثلا وزيرة هجرة يعني كل دول ناس يعني فعلا فيه كلمة حلوة قوي قادتها الوزيرة نبيلة مكرم لما قالت دي إحدى سينفونيات إحساس بالوطن النهاردة يعني فكل ده مهم جدا مش بس مهم في الفقرة دي ومش مهم في المرحلة دي ده مهم بعدين بقى بعدين وده حيبقى مصدر قوة كمان للقيادة اللي موجودة دلوقتي